اهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا المسكنات والأدوية المنشطة هي تقريبا بعض الحلول المؤقتة لمشاكل الضعف الجنسي لكن تركيب دعامة للعضو الزكري هي زي ما بنقول كده الكلمة السحرية أو الحل الجزري لبعض مشاكل الضعف الجنسي وخاصة مشكلة ضعف الانتصاب النهاردة في صحتك بالدنيا هنتكلم أكتر عن دعامة العضو الزكري مع دكتور أحمد العياشي ودكتور خالد حافظ اشتشاري اي امراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة أهلا بكم يمكن احنا الفترة الأخيرة للأسف الأزواج بقوا بيعانوا من المشكلة دي وبقت منتشرة أكتر في وسط الشباب حتى في سن صغير لو نتكلم عن مدى انتشار المشكلة دي في مجتمعنا في الوقت الحالية ده كده لا ما أعتقدش ان احنا عندنا إحصائيات بالمجتمع المصري يعني وما أقدرش أقول بس عشان ما يبقاش أنا ببالغ لا في الأرقام ولا أقلم الأرقام إنما هي المشكلة موجودة موجودة وموجودة في كل المراحل العمرية يعني الموضوع مش مرتبط بالجواز يعني فيه ناس مثلا لسه ما تجوزتش وحاسة ان هي عندها مشكلة وفيه ناس من الجوازة وبالفعل هي غير أنا في المشكلة وفيه ناس هي مثلا واحد أرمل واحد مطلق وهو شاكك في نفسه وعايز يتجوز تاني فهو ملهاش دعوه بالسن وموجودة المشكلة وبتفرض نفسها علينا يعني طيب هنا لما بنتكلم عن الدعامة دكتور خالد وكنت تطرقت لها قبل كده مع دكتور أحمد وهميتها ويمكن هي حل نهائي خلينا نوضح أكتر إيه الدواعي الطبية اللي بنتجه فيها لزرع الدعامة طيب قبل من نكلم بس عن الدواعي الطبية كمقدمة سريعة كده ممكن فيه ناس بتتفرع يعني طبعا فيه ناس عندها خبرة دلوقتي وعندها باكجراوند كده عندها ثقافة إيه هو ضعف الانتصاب وعلاجه بيه عبارة عن إيه وإيه هي الدعامات ولكن فيه برضو جزء من المشاهدين ما عندوش الخلفية دي فنحب نقول تعريف سريع كده ضعف الانتصاب معناه أن ما فيش انتصاب بيحصل خالص أو بيحصل انتصاب ضعيف لا يكفي لعلاقة مرضية ما بين الطرفين يمكن زي ما دكتور أحمد كده تفضل وقال ما فيش دراسات دقيقة تقول لنا انتشار المشكلة ديت في مصر ولكن فيه دراسة مشهورة جدا اتعملت في أمريكا لقيت أن أكتر من 50% من الزكور فوق سنة 50 سنة عندهم درجة من درجات ضعف الانتصاب ومقسمينها كده درجة بسيطة ودرجة متوسطة ودرجة شديدة ومن البراكتس اللي احنا بنعمله ومن الحالات اللي بنشوفها كل يوم ودكتور أحمد عارف القصة دي احنا يمكن في مصر عندنا نسبة أعلى من كده من اللي احنا بنشوفه ومش بس بتصيب الناس فوق سنة 50 سنة لا يعني بنشوف بدأت دلوقتي شباب أقل من كده بكتير ييجي بيعاني من ضعف انتصاب بالذات لو عنده عوامل مرضية أو عوامل ريسك فاكتورز يعني أو عوامل خطورة زي السكر من النوع الأول مثلا ممكن ييجي في العشرينات في التلاتينات وعنده المشكلة دي سوى يمكن يا دكتور خلاب بعد ذلك أكتر سبب في السن الصغير هو للأسف للأسف مضطر ان انا اقول يعني هو الإفراط في العادة السرية ده أكتر سبب لو ما عملش ضعف هو بيسيب الشخص بيشك في نفسه يعني هو بيبتدي يشك في نفسه أصلا أنا عندي مشكلة مع الإفراط في العادة السرية فدائما بنحذر الشباب الصغير إخواتنا الصغيرين بلاش الموضوع ده بقدر الإمكان يعني ده فعلا بيسبب مشكلة لو مش مشكلة عضوية فهو بيعمل مشكلة نفسية للشخص قبل الزواج كمان أو بيجي سنه صغير بقولك أنا عن ضعف انصاب يعني عنده 20 سنة وبشتك في ضعف انصاب في مشكلة نفسية كده لو هو مش متزوج كمان بيبقى شاكك المتزوج بنعرف نسأله سؤال مباشر انت ايه الوضع مع زوجتك يعني إنما غير المتزوج بيبقى شاكك بقى لو هو مفرط في العادة السرية من دكتور رحمد قال والأفلام ما بنعرفش انطلعه منها إلا لما يروح بقى للمختص ويكشف ويعمل الفحوصات اللي بتقوله بشكل واضح وجالي يعني إنه هو ما عندهش المشكلة طيب دكتور أحمد يعني قلتني في لقاء قبل كده إن الدكتور المتمكن والشاطر لازم يكون متوفر عنده مختلف أنواع الدعمات بمختلف مقاساتها علشان ده بيختلف من حالة لحالة هنا لما بنتكلم إن الدعمات مختلفة إيه الفرقات اللي بينها يعني المريد لما بيروح والدكتور بيقوله والله في كذا طب أنا يعني هو داتي الناس بتتكلم على الخطوط العريضة أو العنوين يعني إحنا عندنا نوعين اتنين من الدعمات الدعمة المرنة والدعمة الهايدروليكية والدعمة الهايدروليكية في منها نوعين اللي هي صناعية الأجزاء وسلسية الأجزاء والمرنة في منها شركات هو نسأل نفسنا سؤال تاني بديهي ليه في عندنا كل الأنواع دي؟ طب ما كانوا عاملوا نوع واحد إذن تعدد الأنواع ده معناته إن احتياجات الناس مختلفة خلاص كده مين بقى يقدر يحدد قصة اللي يناسب وما يناسبش حد عنده الخلفية دي وعنده العلم ده وعنده الخبرة دي خلاص الموضوع بيفرق سن العين بيفرق في اختار نوع الدعمة طبيعة وظيفته بتفرق في أن أنا أختار له نوع معين علشان هو يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي الحاجة الثالثة تشريحيا أنا النهاردة بدخل جوه قدت العاملات بتعامل مع أنسجة إيه اللي هيقابلني في الأنسجة دي وأنا شغال لازم أنا أوفر للمريد اللي يناسب حالته ويناسب التركيبة التشريحية بتاعته فهنا وبناءا عليه إحنا ما ينفعش أنا أبقى كمركز أو كدكتور قافل نفسي على نوع معين أو على شركة محددة الناس دي لازم يكون عندي متوفر كل الأنواع دي بحيث أن أنا أقدر أتناقش مع المريد الأول ويكون فيه توقع لأن إحنا ممكن نحتاج كذا أو كذا وجوه قدت العاملات ممكن أغير رأيه ما عنديش أي أزمة خالص المهم المصلحة للمريد نفسه فهي فيه فروق أكيد بينهم فيه فروق في الصناعة فيه فروق في طريقة التشغيل فيه فروق فيه حاجات فيهم مثلا وغدة طبقة من المضاد الحيوي فيه حاجات تانية مش وغدة فيه حاجات بتبقى مدببة من قدام فيه حاجات بتبقى عريضة من قدام قد إيه تفاصيل فنية بسيطة قوي قوي بس ما يعرفاش اللي حد هو اتعامل مع كل الأنواع حد اشتغل كتير شاف عيانين كتير قدر يعرف بعد كده العيان كان مبسوط ولا مش مبسوط لأنه زي ما قلت قبل كده أخوانا هي مش بعمل دعمة واطل عجري أنا مش بعمل عملية العيان وأخد فلوس ورميه في الشارع مهم قوي متابعة العيان بعد العملية العيان ده بيتحاول لأنه أبقى صاحبي لأن القضية مش أنه عمل برضو قضية هو مبسوط لأ النتيجة اللي هو منتظرها العلاقة بينه بين زوجته تحسنت كل حاجات دي مهمة جدا وإن رضا الطرفين عن الموضوع بعد العملية هو ده اللي احنا دايما بنحاول نوصله عشان نجود من الشغل بتاعنا بعد كده دكتور أحمد يمكن من خلال خبرتك الطويلة وتعاملك مع حالات كتير ومختلفة أكيد فيه صعوبات بيواجهها الجراح وقت قرار الدعامة أو عند تركيب الدعامة بيبقى فيه أحيانا حالة خاصة أو مشاكل خاصة أنا بالنسبة لي نمرى واحد السن الصغير أنا يعني حذر جدا وبدأ قوي 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 في أي واحد ألاقي سنه صغير عشان أقوله كلمة دعامة دي يعني بتحرك بحرص شديد قوي يعني مش سهل علي أن أنا أقول لواحد سنه صغير تعالى ما ركب لك دعامة فده مهم قوي قوي هنا أنا دايماً بقول للعيان أن اتخاذ القرار أصعب من تنفيذه يعني أن أنا أخذ القرار ده فلازم أبقى متأكد تمام التأكد أن الشخص ده محتاج فعلاً يعمل عملية الدعامة بعد كده بقى بتقابلنا الصعوبات أولاً فيه شق منها صعوبات طبية يعني الشخص ده فيه مرضى مثلاً بيبقى عندهم مشاكل في القلب في منهم اللي عامل دعامة في القلب في منهم اللي عامل قلب مفتوح في منهم ناس ماشي على إدويت سيولة في ناس عندها جلطات في المخ يعني ما هو ده برضو لازم يعيش حياته وأكيد مش عيموت فأنا قصدي دي لازم تحضيرها ولازم يحصل تنسيق مع دكتور التخدير علشان ما يتعرضش لمشاكل أثناء عملية التخدير أما المشاكل الجراحية بالنسبة لنا إحنا اللي يهمنا فيها السكر بشكل أساسي يعني ولازم تزبيط السكر وإحنا الحمد لله عندنا حرفية شوية في المركز دي إحنا نتعامل مع الحالات دي إحنا نقدر نزبط السكر بشكل أو بآخر كمان إحنا ممكن نعمل ممكن إحنا نزبط العام بشكل سريع يعني فيه ناس إحنا بنزبطها على مدى زمني ممكن إحنا ناخد مثلاً ثلاث أسابيع شهرين ثلاثة لحد ما نزبط سكر التارقوني بتاعه وفيه ناس المستعجلة بيجينا ناس من برى مصر مثلاً جايين من الخليج أو حاجة هو بلا كان قاعد في مصر أسبوع وممكن ما بقاش فيه فرصة أنه نرجع مصر تاني ده إحنا بنحط له نظام معين بروتوكول معين بنقدر في خلال أربع تيام أو خمس تيام نعمله العملية بأمان تام وكامل وبيكمل معنا أربع أو خمس تيام بعد العملية ويقدر يسافر بلده عادي فده السكر من ضمن التحديات نمر اتنين بقى الإجراء إجراء نفسه الشخص اللي عندي ده عنده عايب خلق في مجرى البول حجم العضو الزاكر بتاعه أخباره إيه إذا كان عنده انحناء في العضو الزاكر إن ده بيمثل برضو تحدي زي أنا عندي أصبط المقاس بتاعه التلايفات زي ما احنا قلنا قبل كده هل العين ده عامل قبل كده ولا لأ النقطة دي مهمة جدا العيان اللي بيجي لكو عامل عملية غلط أو فشلة أو زي ما بنقول كده تحت بير السلم هل ده بيصعب الموضوع على الدكتور وعلى العيان دول نوعين بقى في نوع حصل له للتهابات دكتور خالد وده أصعب بنبطر الأول نحن نشير الدعامة لمركبها بنسيب العيان يتعافى فترة بعدين نرجع نركب له دعامة تاني وهنا بيبقى فيه تحدي في المقاس بسبب التلايفات اللي حصلة ده نوع النوع التاني بقى لو بيركب مقاس غلط وده يمكن بنشوفه أكتر هو بيروح ويعمل العملية وبيركب دعامة وما بيحصلوش التهابات ولا حاجة بس المقاس مش مظبوط العين بقى مش مبسوط العين بيحس انه مازال عنده ضعفة في الانتصاب يا أخوانا أنا عملت العملية بس أنا مش عارف أعمل أي حاجة ونكتشف بقى ان الجراح نفسه غالبا كان مهزوز الجراح نفسه كان خايف او مش هو اللي عمل العملية غالبا ممكن يكون حد تاني فبيركب مقاس دايما أقل في العرض وأقل في الطول فبنتطر ان احنا ندخل العيان تاني نعيدله العمليا من ألوبي فهنا العيان أولا ضع وقت وضافح فلوس أكتر لحد ما وصل للنتيجة المرجوع والتعب والوجع والعزاب فمن الأول احنا لازم نتدارك ده الخبرة مهمة قوي والخبرة بتيجي منين عشان برضو مبقاش كلمة كده يا دكتور خالد هي القضية قضية وقت وعدد حالات أنا النهار ده بقالي سنين معينة شغال اشتغلت عدد معين من الحالات خلاص أنا شفت شفت وطلعت ومرت بكل التجارب دي فأنا عندي خبرة اختلف تفاصيلها بتضغير يسموه high volume implanter يعني فيه أبحاث كتيرة اتعملت على موضوع high volume implanter وال low volume implanter اللي هو high volume implanter يعني جراح بيزرع الدعمات بشكل متكرر كل يوم كل أسبوع يعني عدد كبير low volume implanter يعني كل سنة مرة لقوا عمله studies أو دراسات لقوا ان high volume implanter ده نسبة حدوث مضعفات معاه تبقى قليلة جدا فالدعامة من العمليات لازم تتعمل عنده مختص نفعش نروح عند حد بيعمل مرارة وبيعمل زيدة وبيعمل دعمات في النص لا لازم يكون متخصص جدا في هذا النوع من العمليات يمكن أنا يعني أول ما ابتدينا في بداية حلقات البرنامج كنا بنتكلم عن موضوع الدعمات كنت شايفة أن الموضوع كبير قوي ولكن كل ما بقعد معاكو أكتر بلاقي هي A تفاصيل دقيقة و A محتاجة خبرة كبيرة و محتاجة عناية و محتاجة يمكن تجهزات معينة ولكن يعني هي ممكن بالنسبة للعيان نفسه هي أبسط مما هو خايف منها و متخوف منها و نتائجها أعلى بكتير و أفضل بكتير نحن دائما بنقول العيان الموضوع بيأخدش أكتر من ساعة و بيطلع يأكل و يروح في نفس اليوم و يعيش حياته و يكون أسرته و يفرح و بيبال حضرتك السلاسة دي ما جاتش من الفراغ طبعا أكيد لا دي أخدت وقت و أخدت مجهود و أخدت خبرة و أخدت مهارة و أخدت أن الواحد لا أبدأ ما طلعش كده زرعش تاني يعني ده كله بيسهل على العيان الإجراء نفسه و ما بعد الإجراء بيكون هوا مبسوط طبعا و مركز مصر للذكورة يعني بالفريق الطبي كله اللي فيه صراحة يعني إحنا شهادتنا مجروحة فيهم يعني معدلات النجاح عندكم ما شاء الله معدلات يمكن تحقيق الأحلام للناس اللي بتجيلكوا عالية جدا يعني أخد من كلام حضرتك بقى مهمة قوي نعرف قد إيه العملية ديت أو علاج ضعف النصاب يعني بيأثر بشكل إيجابي على حياة المرضى طبعا يعني كان بيوت كانت حتتهد و ناس حتنفصل و مشاكل نفسية كتيرة يعني تجنبناها جدا لما عملنا عملية تجنب تجديد الحياة غير التجديد كان وقف نفسه خالف أنا عندي يا إخوانا في ناس كبيرة في السن رامل ومطلقين يعني وهم عايزين يبتدوا حياتهم من أول وجديد ومتردد بسبب المرضى في حد أنا كان عندي مريض عنده حاجة و سبعين سنة ويعني علشان زوجته ما كانتش بتنجيب هو كان وافي جدا لها لحد ما توافت بس نفسه يحق حلمه في النواع الراجل ده عمل حق لمجهاري في إنجلترا أول ما يطلع في السبعينات انتم متخيلين فهنا مطلوب منه هو عنده حاجة و سبعين سنة ومطلوب منه يجاوز واحدة عم بها حاجة و 30 سنة معادلة بالنسبة له شاف إنها صعبة لأنه خايف ما يدهيش حقه فلا ده كان بيدان والرجل ما عندناش أزمة فيه خالص وفي ناس كده كتير يعني هي الحالة تتوقف دعامات ومجهود الناس اللي بتقوم بالعمليات دي وبتطورها بشكل مستمر وبتتبع العيان وبتدي الأمل وبتدي فرصة جديدة للحياة دكتور أحمد العيشي ودكتور خالد حافظ استشاري ياي أمراض الذكورة والعقم والضعفة الجنسي بمركز مصر الذكورة نورتوني النهاردة في صحيتك بالدنيا شكرا على تبسيط المعلومة وعلى جرعة الأمل اللي بناخدها منكم كل مرة علشان أي أسرة تقدر تحافظ على توازنها وتقدر تشوف مستقبل متكامل بأطفال بحياة صحية وزوجية سليمة مشاهدين أنا بشكركم جدا على متابعات كلنا في صحيتك بالدنيا خليكم معانا على سي بي سي أهلا بيكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحيتك بالدنيا من كم يوم كده شفت بوست في واحد من جروبات البنات للعناية بالبشرة ولقيت نصه كالأتي فرحي كمان شهر وعندي مناطق غمئة في جسمي فقولولي إيه هي الحلول المضمونة بدأت كنوع من الفضول أقلب في الكومانتس فلاقيت بنات فعلا كاتبين حلول جربي الوصفة دي جربي مقشر كذا دا حلوة قوي بس ولا واحدة مثلا لقيتها بتسأل البنت نوع بشرتك إيه أو واحدة تقول لها إن المناطق دي بتغمأ بسبب الأسباب الفلانية فحاولي تاخدي بالك وهي دي المشكلة في تعاملنا مع مشاكل البشرة إننا بتدور على الحل بس لكن الإجابة الصحة على السؤال ده مش محتاجة وصفة أو ماسك أو مقشر زي ما أغلب البنات فكرة ونقطة ونرجع للساطر قد ما هي محتاجة تعرفي المشكلة دي سببها إيه؟ ونبدأ نعالجها بالشكل طبي صحيح علشان نضمن نهاية للمشكلة هنتكلم أكتر عن أسباب وعلاج المناطق الغمأة مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة دكتور دينا أبو سعود المستشار الطبي لشركة ميرسي أهلا بك يا دكتور نورتين أهلا بك يا حبيبتي بنورك يا حبيبة ألبس طيب أكيد بتتسئلي في الشارع في الحياة صحباتك كل الناس أنا ليه عندي أماكن صمراء في جسمي أحيانا حتى بنلاقيها في أماكن ما فيهاش احتكاك يعني مش الباط والركبة وغيره حتى في الإيدين بتلاقي واحدة منزلة صورتها بتقول إيدي مش حلوة مش لايقة على جسمي سبب ده إيه يا دكتور أسباب كتيرة جدا يعني بقول مهمة أو أن أنا أهتم مش بس ببشرتي أهتم بتفاصيل جسمي كلها إيه الأسباب اللي بتخلي جسمي يغمأ مناطق في جسمي تغمأ أو مناطق في بشرتي تغمأ أول حاجة عدم شرب المياه دي كرسة كتير مننا بينسي يشرب مياه وده أخطر حاجة لأن أي حاجة حية أساسها المياه أكيد فلازم أشرب مياه كويس قوي 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 عندي مشكلة التعرض للشمس من غير سانسكرين الأس بي أف عالي برضو كتير بينزل يكبر دماغه أو البنات اللي تقولك لا أنا ما عنديش وقت أحط سانسكرين لا لازم أحط سانسكرين أو سانبلوك الأس بي أف يبقى عالي في المناطق اللي هتتعرض للشمس لأن الألترا فيلت إيه وبيه هم أكتر حاجات بتأذي جدا البشرة وبتغمأ جدا البشرة عندي حاجة كمان الأكل اللي مش صحي والأكل اللي بيبقى مليان شجر أو مليان سكريات بيغمأ جدا أولا بيغمأ البشرة قوي وبيديك بشرة مش صحية خالص وبيغمأ مناطق في الجسم عندي إيه كمان طبعا الأكل اللي فيه دهون كتير أكيد لو هتكلم برضو على غمأن البشرة التدخين بيأثر لأنه بيدعم ثاني أكسيد الكربون عندي كمان عدم النظافة طبعا أو ما منستحماش كتير الأملاح الزيادة بتغمأ فلازم أن أنا أعتني بنظافتي الشخصية ولازم أحط السونسكريين لازم أشرب ميا لازم أكل أكل صحي مليان فيتامينز وأنام كويس قوي وأبعد عن السترس كل الحاجات دي هتزبط يعني أنا متفقة مع حضرتك في كل الحاجات إلا أبعد على السترس دي يا غصبة عننا والله يا دكتور مش بيقدينا بس هي فعلا كل الحاجات لحضرتك وضحتها حاجات تفاصيل بسيطة في حياتنا اليومية جدا جدا لو حتخلى باله شوية بس حيلاقي الموضوع فرق معاه من غير ما يعمل مجهود مش محتاجة مجهود بس هنا سؤال يا دكتور بنت عن بنت وسيدة عن سيدة طبعا نوع بشارتها بيفرق هل كل أنواع البشرة بتتفاعل بنفس الدرجة مع الإسمرار؟ طبعا البشرة الدهنية هي أكتر بشرة بتتعرض لمشاكل ده أكيد وكلنا عارفين ده لكن هي أكتر بشرة مش بتعجز بدريا لأنه الشاب يبقى مليان أويل ومليان مالية فبتخي شوية من ظهور التجايد بس أكتر بشرة بتتسمر وتتعرض لحبوب وكده وهي أكتر بشرة بتخاف تستخدم أي كريم لأن الكريمات بتبقى كويسة وبتبقى كويسة للبشرة الجفة بس بتيجى عند بشرتها وتعمل لها حبوب وكمان المشكلة وصلت لحد فيها يعني ممكن سيدة مثلا عندها النمش فاتح فبمنتج ما نقدر نعالج المشكلة بسرعة قوي المنتج طبعا هتكلم عنه عندي ستة تانية مثلا النمش بتاعها زيادة والتصابقات زيادة بتاخد فترة أطول وأكيد التقدم في السن برضو أو العمر بيفرق واستجابة البشرة بتفرق كل الحاجات دي بتفرق معي هل أنا أقدر أعتمد على كريم بينكي في كل حتة في كل جزء من جسمي يعني خلينا نقول يمكن البنات اللي بيحصلان حرقان بسرعة وإحمرار بسرعة وورا الركبة مثلا ممكن تعتمد على كريم ده عشان تحقق نتيجة سريعة كريم بينكي هايل في قصة التفتيح ومهمة قوي برضو أتكلم على موضوع التصابقات والغمقان لأني اكتشفت 70% 80% من ستاته بنات مصر عندها مشكلة الغمقان والتصابقات أنا بقول إن كريم بينكي من أقوى المنتجات اللي بتقدر تارجت على التفتيح بتستهدف تفتيح البشرة بتستهدف توحيد لون البشرة إزاي كريم بينكي يقدر يناسب تفتيح البشرة وكمان الجسم اللي حردت كنت قيلة أول الحلقة إن عرائز كتير بتسأل على السوشيال ميديا وعا الفيسبوك والإنستجرام إن فرحة قرب ومكسوفة من مناطق غمقى في الجسم نعم فواحنا طبعا خلصنا رمضان والعيد وموسم العرائز بالضبط دلوقتي كتير جدا فأنا بنصح أي عروسة أو أي بنت عندها مشكلة بالذات طبعا في البشرة نتكلم إزاي والمناطق الحساسة أو المناطق الغمقى إن كريم بينكي بمكونات وقدر يفتح جدا وقدر يرتب جدا لأنه فيه سر تركيبة منفردة أنا عندي كريم بتستخدمي كريم واحد في فيتامين سي في فيتامين إي في مستخلص توت البري مستخلص توت البري يمكن لازم أقول إنه من أقوى المكونات لأنه بيشتغل على الميلانين تمام يعني إيه ميلانين يعني يمكن الناس كتير مش عارفة إن الميلانين هي المادة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها هي اللي بتعمل لون عينك ولون بشرتك ولون شعرك لكن لو زادت زيادة على النظوم بيبتدي تبقع فأنا عندي توت البري بيقدر يعمل سابريس ويقل الإفراز الميلانين ويرجعوا الوضع الطبيعي فبيعمل يونيفاي سكن توحيد لون بشرة أو توحيد لون جلد ده مهم جدا طبعا طبعا وإحنا بنبقى بنتفرج على التلفزيون بنشوف الممثلين والفنانين وما زي كده وطبعا كلنا بنتخيل مثلا إن أكيد ده مصاريف مهولة بقى وراء وحاجات كيميائية وتأشير ومعرفش إيه بس في الآخر يعني إحنا بنتكلم على منتج بسيط سهل نوصله وسعره على قد الإيد وفي نفس الوقت بنحقق به نفس النتيجة طبعا طبعا أنت عندك كريم بيقدر فعلا نحقق نفس النتيجة وعندي كمان مكونات داخل كريم لو قلت لن سعره كمان لازم أقول لن سعره حلو جدا بالكواليتي بتاعته أنا لو يمكن حالي كمان قلت حاجة مهمة موضوع التأشير لازم أتكلم أن كريم بينكي بيقدر يعمل تأشير بلطفه من غير side effect أو من غير أعراض جانبية إزاي كريم بينكي يقدر يزيل الخلايا الميتة ويزيل الأتربة والتوكسنز من على البشرة لأنه بيحتوي على مادة مهمة جدا اسمها مادة السليسين مادة السليسين هي المادة الطبيعية لتقدر تزيل الخلايا الميتة من غير أعراض جانبية فموجود داخل كريم بينكي بلس ستات اللي بشرتها دهنية لازم أقول لها أن كريم بينكي فيه شاي أخضر شاي الأخضر بيقدر يسحب الدهون اللي بتعمل لي حبوب الدهون الزيادة طيب هنا يا دكتور بما أن حضرتك بتقول لنا أنه هو بيعمل تأشير ناعم للبشرة يمكن المعروف أن الناس اللي بتعمل تأشير ده بيسبب لهم جفاف حتى بنلاقي يوم دهنين بعدين زيت وحاجات كده فهل أنا مع كريم بينكي بحتاج أن أنا أستعمل مرطب أو هو الواحده بيقوم بالدورين كريم بينكي الواحده بيقوم بالدورين لأن مع مادة السليسين الريدي حطينا مادتين بيعملوا ترتيب حلو جدا وناس كتير عرفاها اللي هي زبدة شيا الشيا باتر فهي بتعمل ترتيب حلي وقاول عندي زبدة شيا وعندي زبدة كاكاو فأنا مش محتاجة أن أنا بعد كريم بينكي أبتدي حط حاجة موسترايزن هو قريتي كريم ترتيبه عالي جدا جدا ممتاز طيب أنا عايزة يعني مش هكذب على حضرتك يا دوكر أنا لسه عندي حاجات كتير عايزة أسأل عليها في موضوع اسمرار البشرة فعشان كده حتى فيه معاك من دلوقتي أننا هنتقابل بكرة وحنتقابل بعده وبعده على ما نخلص ونوضح كل حاجة للناس اللي بتتفرج علينا بس قبل ما أختم معاكي النهاردة أنا حابة أعرف من حضرتك معلوب دين أولا أنا ألاقي كريم بينكي فين وإزاي بأسهل طريقة ثانيا أنا واحدة من الستات أنا بحب أشيل الشرونة الصغير فهل فيه أحجام مختلفة حاجة تبقى عندي في بيتي وحاجة أقدر أتحرك بيها واستعملها بشكل دائم ولا لا؟ طريقة الحصول عليه سهلة قوي احنا عندنا رقم ثابت على الشاشة احنا موجودين 24 ساعة الكول سنتر موجود مش بس وقت الحلقة الحلو في شركة مارتي إنها موفرة من ديب في كل محافظات مصر بلا استثناء بيوصل لحد باب البيت فدي حاجة سهلة قوي بالنسبة البنات العايزة احنا عندنا الحجم المعروف اللي هو 100 ملي بنات كتير طلبوا مننا وستات إنهم عايزين حجم أصغر شوية عشان يقدروا طول وقت هم حابينه خلاص فعايزينه في شنطيتهم طول وقت فعمل حجم أصغر شوية اللي هو 50 ملي تقدروا تكلموا عن طريق رقم الزرع على الشاشة تطلبوا بال50 ملي أو الميت ملي ولمنتج بيوصل لحد باب البيت ممتاز دكتورة دينا أبو سعود المستشار الطبي لشركة مارتي نورتينا النهاردة بصحيتك بالدنيا خدت منك خلاص وعد إن احنا حنتقابل تاني نتكلم أكتر عن مشاكل البشرة وإزاي ممكن نحل لها عن طريق كريم بينكي طبعا دكتور دينا أبو سعود إن شاء الله بإذن الله حتكون متواجدة معنا حنحاول ناخد منها معلومات على قد ما نقدر علشان نفيدكو وإنتو خليكم معنا دايما على سي بي سي وبرنامج صحتك بالدنيا أهلا بكم مشاهدينا في فقرة جديدة من صحتك بالدنيا في ناس صعب عليهم إن هم ياخدوا القرار إنهم يخسوا لأنهم ما بيعرفوش يمنعوا طبعا نفسهم من الأكل وخصوصا الفاست فود فخلونا النهاردة هيكون معنا موضوع مهم جدا وكمان هيسهل عليهم القرار دا وبنتيجة مزهلة وبدون مضاعفات معنا النهاردة دكتور وليد علي عبد الفتاح أخصائي التغذية العلاجية وتنصيق القوام والعلاج الطبيعي وحاصل على الماجستير الدولي في التغذية العلاجية وإذابة الدهون بالليزر وبدون جراحة من جامعة كولومبيا ورئيس مجلس إدارة مراكز الوليد أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا منوارنا النهاردة في استوديو طبعا المهم من الحاجات المهمة دلوقتي أو مؤخرا كل الناس بقى مهتمة بشكلها واجفت مها وعايزة يبقى وزني مثالي على قد طول فخليني النهاردة معنا حالتين هنتكلم عليهم بالتفصيل فحب أعرف من حضرتك لو هنتكلم على أول حالة معنا هتكون محمد عايزة أعرف أول ما محمد جي لحضرتك وقال لك على مشاكله السمنة إيه الحاجات اللي هو ممكن تخليه برضو ويجي لحضرتك ويقول لك أنا عاوزة أخس طيب أولا بسم الله الرحيم طبعا محمد هنشوف صورته طبعا محمد طفل عنده 14 سنة صغار جدا مشكلة محمد من ضمن سمنة الأطفال وإحنا قبل كده قلنا أن سمنة الأطفال من أخطر أنواع السمنة عشان كده هو ده طفل يعني مش عايف يلعب مع صحابه مش عايف يجري بيروح محلات اللبس مامت بتدوخ معاه لبسه وعلى بأساته عنده مناطق معاناة في جسمه مدايقات موضوع النفس مدايقه موضوع التنمر عليه كان بيزيد جدا يعني حقيق عارف موضوع التنمر بيزيد قوي أكيد خصوصا المدارس يعني كلهم بيتنمروا على الطفل السمين فعلا وأنا طبعا أول ما والدته جابته المركز عندي أنا كنت فرحان جدا حتى أنا قلت لولدته كده قلت له أنا فرحان جدا أن حضرتك بتفقري غير ناس كتير أن يكون عندها حد في البيت ابنها مريض سمنة وتقول لا أنا مش هروح لدكتورة دايت أنا هأكل ابني وغزي بنسمع الكلام ده كتير يعني فكل الحقيق فكرت أن أنت تجيب ابنك يخس طبعا ده قرار سليم جدا وأنا ما حقيقي عليه فقالت لي باب الله دكتور أنا فكرت أجيبه عند حضرتك لما شفت الحرب بتاعتك الحمد لله خست قد إيه وسنه صحابه عندك يعني خسته زيه كده كتير وبصورة آمنة جدا وكان ابني مش عايف يلبس لو عايزه نفسه وكانش عايف يأخده كويس مشاكل كتير عشان كده دكتور أنا فكرت أنا أجيبه لحضرتك طبعا تمام رحت بقى بدأنا كشف بقى رحلة بتاعتنا عليه أن احنا واقفناه على جهاز البادي كوموسيشن اللي هو جهاز تحليل مقونات الجسم الجهاز ده يبدأ عرف طبعا نسبة المية صحيح يمكننا الحالة فكرها كويس جدا ودرسها يعني احنا واقفنا على الميزان الوزن بتاعنا كان تقريبا 98 كيلو كلام ده بدأنا فيه من حوالي 3 شهور الرحلة تد محمد بدأت معنا أن أنا وقفت على الجهاز ده اللي هو البادي كوموسيشن وكان الوزن 98 كيلو كان ده من 3 شهور كان عنده مشكلة كبيرة أوي نسبة الدهون كانت تقريبا 35% مع أن المفروض الطبيعي بتاعها في سنه ده 12% 12% خلي بالك أن الدفرينشيشن ده أو الفرق بدي الرقم اللي هو فيه والرقم الطبيعي بتاعه هو ده فن بسمها الدهون العنيدة أو الدهون الصلبة اللي بتأثر جدا على شكلي شكلي لبسي مقاساتي وكمان بتأثر على زيادة الوزن كان عنده مشكلة تانية كمان كان نسبة المية كانت عنده حوالي 20 كيلو مع أن المفروض الطبيعي في سنه زادة ما بين 30 إلى 40 كيلو آه يعني نسبة المية كمان قليلة فطبعا نسبة المية ضعيفة المشاكل دي كلها خلي بالك تخلي بني آدم حتى لو طفل أو كبير معرفش يخص صحيح لما كمية الدهون تبقى أكبر من كمية المية يبقى فيه أزمة هنا عشان كده في نفس الجهاز كشفنا كمان على معدى الحرق لقيت معدى الحرق بتاعه 1100 صغر حراري ده بقى عالي دكتور ولا فطبعا يبقى ألفين صغر حراري في اليوم يعني قليل الفرق ده فنن برضو معدى الحرق ضعيف ده معناه إنه حتى لو عمل طايت كتير مش هيجب نتيجة مش هيحرق كتير معيني السنه ده صغير يعني المفروض يبقى معدى الحرق عالي وحرقته كتير بس خلي بالك عمر ما كانت الحرق زيادة الحرق بالحركة بس ولا عمر كمان زيادة الحرق بيننا أقل الوجباتي ده الكلام ده إحنا طبعا اكتشافناه مع محمد كان فعلا حرقته كتير وكان أكله تيكاوي كتير جدا من بره وطبعا ده أخطر حاجة محمد كمان كان عنده مشكلة وهو كان مدايقاء قوي منطقة البطن يعني جيت اتكلمت معاه في الكاش وقالت له محمد ده أكتر حاجة مدايقك ما قال ليش وزن شوف الطفل قال لي بطني مدايقاني وده طفلة فندم يعني طوله يعني ليه مدايقك ليه قال لي مش لا إليبسي كويس ماجي ألعب مع صحابي مش عاف ألعب ده كلام طفله هو ظهري بيوجعني وأنا ماشي طب ده ينفع توقع مشاكل فطفل عنده 14 سنة ما ينفعش يعني من 8 من دول الأجهزة العلاجية اللي اتحطت لمحمد وفقط يعني من 98 ل67 رقم رقم لأن ده طفل على فكرة أنا عرف ده كتير بيرفضوا استقبال الأطفال أيها ده حلي لأنهما بيتعاملوا معاه نفسيا صحيح يعني قبل ما يبتدي معاه نظام الغذائي طب خلينا نعرف الأجهزة دي هي بتعمل إيه وظيفتها إيه طبعا أنا هتكلم عن الأجهزة اللي احنا اشتغلنا يا بابا محمد ده من ضمن الأجهزة إن احنا بدأنا نبقى فوكس قوي على منطقة البطن زي أجهزة النحط بالتبريد على الأبعاد بدأ يجمد الخلايا الدهنية تحت درجة سالب 5 أو سالب 10 تحت السفر طبعا بدون أي جراحات وفيش أي ألام احنا عندنا أطفال من الأول 6 سنين من استقبلهم لأنهم أجهزة مخصوصة زي جهاز الفور دي اللي احنا شوفناها في نفس الوقت كمان اشتغلنا معا أجهزة ريديو ستيم لشدة الترهلات أجهزة البي تلات تلاتات لتقوية العضلات خلي بالسيطك إن احنا ما بنشتغلش على تخسيس بس هنشتغل تخسيس جمالي اوه عايزة برضو تخسيس جمالي اوه أقول نقطة إنه ممكن نخس أي حد ممكن يخس حتى لو مع نفسه صحيح بس هي مشكلة الترهلات دي بقى لازم نبقى كنترول قوي نعرف نخس مثلا الناسها بالمعينة يمكن الأجهزة دي كمان بتحفز إن هي ما يحصلش ترهول دي حاجة كمان مهمة قوي صح اللي بيخس خلط بيخس فعلا تلاقي شعره بدا يتأثر جدا تلاقي كمان وشه بقى فيش حوب تلاقي فيه أنيميا حصلت له تلاقي كمان موضوع إن أنا أخس ومعي ترهولات كتير جسمي دي مشكلة وكان ستريتش مارك العلامات التمدد فعشان كده برضو من ضمن الخطة العالجية بتاعتنا إنه إحنا أم نديش ضغاية بس ولا ندي كورسات علاجية بس لا ده كمان من استعييم في الخطة بتاعتنا بأجهزة النحت وتنسيق القوام وشد الترهولات عشان نتفادى كل المشاكل اللي حيك قلت عليها طب فيه يمكن إحنا طبعا معينا حالة تانية عايزة برضو أتكلم عليها هي ماي بس لو هنقول على محمد الوقت اللي إحنا أخذنا معي قد دقيق يعني أخذت وقت نصر ثلاث شهور فان الخطة العالجية الحمد لله في خلال ثلاث شهور حققت النتائج المبهرة بحيث إن إحنا نقدر نخصيصه بسرعة زي ما هو عايز هو ده طفل مش يصبر علي وفي نفس الوقت من غير راجعة وبدأنا فعلا في مرحلة تثبيت الحمد لله طب لو هنتكلم دلاتي على حالة ماي معينا دلوقتي برضو بيبقى ليها ببروتوكول لإنه كل حالة بيبقى ليها نظام غذائي معين أو طريق التخسيس معين صحيح إيه بقى المية برضو إيه البروتوكول اللي خدته يعني مع مية طيب أولا كده مية لما جات للمركز كانوا من حوالي مية على فكرة بالمناسبة يعني وما زالت بتيجي المركز بقالها سنة ميثبت وزنها معي بالمناسبة وكل ست شهور فعلا النقطة بتاعت تثبيت الوزن دي مهمة جدا اللي أهم من التخسيس على فكرة اللي أهم من التخسيس فعلا أن أنا مرجعش تاني وخس بشكل حلو مية لما جات لي بقالها سنة مثبتة يعني من حوالي كده سنة وأربع أو خمس شهور إحنا بدأنا الرحلة مع بعض خست مثلا خست مية في خلال أربع شهور خست تقريبا تمانية وتلاتين أو أربعين كيلو رقم ده رقم ما شاء الله وغيرها غير مية نهائيا للافضل انت حس إن هي بناء أدمة تانية المية دي لما جات لي كان يعني مشكلة أقول لها إن هي بتحب اللبس قوي ما كش عايف تلبس بتقول لي كنت مروح محلات لبس ما أجيب لبس أكبر من سني دي مشكلة يعني ده كم سنة؟ أزمة مية عندها 28 سنة يعني يستل برده آس وغيرها طبعا مش عارفة دايما نقول اللي عنده هدف أقوى من اللي عنده إرادة أنا عندي هدف عايزة وصله اللي عنده حافظ أو عنده بحاجة ده عايزة وصله يبقى أنا هيبع عندي إرادة لنهو وصله وحتى لو ما عندهش إرادة أنا من نفسي هيبع عندي إرادة داخلية إن أنا حقق هدفي فهستمر لكن اللي عنده إرادة فنة بس ما عندهش هدف مش هيتحرك ليه أصلا فالإرادة ملاش قيمة يعني طب الفرية بين الحالتين يعني هنتكلم إحنا قلنا محمد محمد 14 سنة طبعا أجهزة و آه مع الدايت يعني أنا أقصد على البروتوكول أو البلان مثلا اللي بنمشي معيها مع البيشنت أو شانو البيشنت يعني بس اللي هو بناخد معي سيستم كده معين لازم يمشي عليه برضو مي برضو نفس النظام ونفس الدايت أو نفس التغذية طب ما أنا عايز أعرف الاختلاف بينهم أولا جدا دي سؤال مهم جدا سؤال دي خليني أقول لحضرتك وقعيا ومش كلام إحنا الحمد لله عندنا أكتر من 12 جهاز في كل فرع عندنا أكتر من 36 بلان أو خطة علاجية نلعب بيها الدكتور الشاطر فاندي بي عنده وسائل كتير وسائل كتير ويوجه الحالة بتاعته للوسيلة المناسبة لها لأننا النهاردة لما يجي لحد عايز يخس أو حد عايز يعمل تنسيق للقوام بدون جراحة هو مش جاي عشان أنا أجرب فيه لا هو الحمد لله عارف هو رايح لمين وهيعمل إيه يعني كل اللي أنا أعمل له فاندي إن إحنا بنشتغل طبعا ده المركز بقى بتاعنا اللي هو المركز الداخلي يعني كل ده فاندي موجود عندنا واقعي لا الحمد لله إحنا منحق نجاحات رهيبة مع الناس وبأحدث التقنيات أنا شايف طبعا الحمد لله ما فيش جهازة فاندي مينزل مصر إلا وأنا أول واحد ما يكون جايبه وفيه جهاز إن شاء الله الحلقة اللي جاية هجيبه الحقيقة إن شاء الله لسه يعني قدامه كنت على إسبوع وهنزل مصر عايزة بردو أرجع لسؤال حضرتك من الأول الفرق بين مي ومحمد أولا نفس الجهاز البوتيكومسيشن مي وقفت عليه ومحمد وقفت عليه الجهاز ده بيبدأ يعرفني أنا همشي إزاي عرفت إن محمد سنه غير مي خالص معدل الدهوم دعا محمد كانت غير معدل دهوم مي بالضبط ده ميل ودي في ميل فكل واحد دي خطة غير التانية ولكن دايما نقول أنا عندي أربع حاجات هي دي البلام بتاعتي ولكن هم أربع حاجات سابتين لكل الحالات نكتب لكل حالة غير التانية بمعنى أول حاجة الالتزام بالضايت المتفصل للحالة أنا كل حالة عندي مفصل لها دايت مش ورقة تتوزع على الناس كلها بشكلام ده دايت لازم يكون آمن عشان ما يقع الشعري ولا وشي يتأثر ولا يحصل لي الأنمية دا بشكلام معدل الحالة ده غير ده كمان لازم الضايت يا فندم يكون مش مبني على الحرمان عمر الحرمان ما بيجيب نتائج بيجيب نتائج عكسية بس الرقم اتنين في البلان بتاعتي إن أنا ألتزم بخطة علاجية كرسات علاج طوبة آمنة وبيجيب نتائج عشان أبدأ فعلاً جيب نتيجة إن أنا أقفل الشهية أعلل حرق جداً أدي باور أثناء رحلة العلاج خلي بقى الحريك إن فيه ناس أثناء رحلة العلاج تقولك أنا حاسها بدخر أنا حاسها بهبوط مش قادرة كمل شعري وقع نسمع الكلام ده لكن الحمد لله إحنا عندنا وسائل أمان بتخلينا الحمد لله ما نوصلش للمشاكل دي رقم بقى ثلاثة نعمل دايت مع نفسنا رقم بقى ثلاثة فندم التزام بأجهزة النحت وتنسيق القوام للتخلص من السمنة الموضعية ما هي السمنة الموضعية؟ اللي هي الدهون اللي موجودة في البطن في الأرداف الزراعين اللي هي صعب النزول بالدايت فيه ناس تقولك أنا ما أعمل دايت بس جسم كله بينزل حلو جداً لكن أنا أريد أن أعمل تنسيق القوام أعمل ريشابينج الأجهزة فندم الوحيدة بدون جراحة بدون ألم ومن أول ست ست سنين الأطفال بيعملوهم معانا فمفيش مشاكل منها خلص بتغير شكل جسمي جداً رقم بقى أربعة وده اللي الحاجة المهمة شربي للتلاتة لتر مية من ضمن الحاجات اللي بركز عليها قوي يا جماعة اشربوا مية كتير المية وظيفتها معايا إن هي بتساعد الخطة بتاعتي المية هو البنزين بتاعي إن أنا أقدر أكمل بي الرحلة بتاعتي اشرب مية كتير عشان حالك تشتغل مش عشان تخصيص بس هي المية مفيدة شرب مية كتير عشان مناعتك خاصة نحن في موضوع المناعة الفترة دي كورونا فمهمة جداً موضوع المناعة وده برضو من الحاجات اللي بتترجع خليني أقول حقيقة إن المركز عندي متعقم مية في المية التعقيم عندي من أول دخول باب السنتر لخيط باب الكشف عندي مروراً بغرف الأجهزة والجلسات لأن التعقيم عندي رقم واحد لأن الأمان مهم شرفتينك جداً يا دكتور وإن شاء الله نشوفك تاني ونتكلم أكتر عن أنظمة الدايت وأحدث التقنيات وأكيد أي حد عايز يستفتر عن الدايت أو الأجهزة أو أي حاجة عن التخصيص يبعث لدكتور وليد علي عبدالفتاح على صفحة الفيسبوك وأكيد هيرد عليهم ويا رب تكونوا استفدتوا النهاردة وبشكر دكتور وليد علي عبدالفتاح أخصائي التغذية العلاجية بشكرك جداً شكراً وإن شاء الله أكيد لازم يكون معنا لقاء تاني ونتكلم أكتر عن السمنة لأن موضوع مهم جداً لينا وأتمنى أن كل الناس تكون استفادت النهاردة بشكركم جداً وأشوفكم بأحسن صحة وأحسن حال مع صحيتك بدوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر